الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز شو الفرق بين هدول الواقعين بهذه الحلقة مرحبا وهلا وسلا فيكم أحبة المتابعين بهذه الحلقة جديدة مثل ما بنعرف الواقع المعزز augmented reality أو الواقع الافتراضي الفرق بينهد أن الواقع الافتراضي بينهن بشكل كامل لواقع هو مختلق أو مصطنع أكبر مثال عليه هو موضوع نظرات الافتراضية الواقع الافتراضي بينما الواقع المعزز بعزز واقعنا الحالة بعناصر إضافية بأدخله على هذا الواقع إن كان رسومات إن كان شخصيات إن كان صور أو إن كان مجالات تانية بتتقسم لناحية الترفيه أو العلم أو التعلم أو التعليم أو حتى الألعاب بهذه الحلقة رح ركز على أربع تطبيقات بيتمحوروا على الألعاب وبيتمحوروا على التعليم وبيتمحوروا على نوع ما الثقافة وأيضا على الترفيه خليكم معي كل هذه التطبيقات هو تطبيق اسمه AR Watch هذا التطبيق بيسمح لك من خلال الواقع المعزز إنك تجرب ساعة أبل على يدك بشكل واقعي طبعاً بس تنزل التطبيق وكل التطبيقات موجودة رابطها أسوال أسوال فيديو بتداخل التطبيق أو داخل وصف التطبيق بـ Play Store أو Google Play عندك رابط وتحمل منه هذه النسخة أو هذه الصورة وتقوم بنسخة عن طريق الطابع طبعاً وتقص على هذا الشكل بس تشغل التطبيق وإنت بدك تحط هذه القصاص أو هذه الورقة على إيدك على هذه الجهة طبعاً أنا ما هيكون فيه هذه الإمكانية أنا ما هيجربها بشكل واقعي أحطيك على إيدي هفرجيكم كيف الساعة صارت زهرة على كف إيدي مثل ما شايفين هذا نحن نسميه الواقع المعزز طبعاً فيك تغير الألوان بحسب التطبيق التطبيق الثاني معنا هو كمان للواقع المعزز طبعاً التطبيق الثاني بيحتاج لإنترنت وأيضاً بس تثبت التطبيق بوصف التطبيق بالمنجر التطبيقات عندك رابط لازم تحمل منه مجموعة الصور ممكن تكون هيدا الصور بالنسبة لموضوع ثقافي مثلاً أو حتى خريطة منزل مثلاً طبعاً فيه صور مسبة أو محملة أو موجودة على الموقع أنت بدك تحملها وتطبعها بهيدا الشكل بتفتح التطبيق وتنتظر حتى يتم عملية الاتصال بشبكة الإنترنت تشتغل كاميراة الهاتف أنت رح تعمل مسح لهيدا الصورة طبعاً إذا كنت أنت أول مرة رح تعمل مسح رح تضطر تعمل تحميل هلأ بتلاحظ كيف اشتغل لعنا مثل ما منلاحظ من خلال الصورة فيديو ثقافي بحسب الصورة الموجودة عندنا فإذا لاحظنا إحنا شوي الهاتف تحت في صورة عادية إنما من خلال الهاتف بتوجيهنا الهاتف أو كاميرا الهاتف على الصورة ظهر عندنا فيديو وهذا ما يسمى الواقع المعزز يعني عزز الواقع الموجود بمقطع فيديو ممكن نجرب أمر آخر على وهو مثلاً هذه الخريطة أيضاً خريطة تحولت لمنزل سلسة الأبعاد متما شايفين بهيك أسقطنا على واقعنا أمر إضافة وسمينا الواقع المعزز التطبيق الثالث معنا هو تطبيق اسمه Animal 4D هيدا نسخة اللايت الخفيفة طبعاً أيضاً موجودة بمجهر التطبيقات هي مدفوعة لكا هيدا نسخة مجانية وبيعطيك بعض الكروت كأمثلة لحتى تجرب هيدا التطبيق هيدا التطبيق مفيد جداً للناحية التعليمية أو التدرسية خصوصاً للأطفال بعمر صغير هنشغل التطبيق هنعمل مساح لاحظ كيف كيف ظهر عنا صورة الحيوان أو الحمار الوحشي طبعاً في عدة كروت عدة أشخاص عدة شخص عدة حيوانات حتى إذا أنت برامة الصورة بيبنوا معك الحيوان كله فهيك بيصير أنه الواقع المعزز بيفرجي الطفل أنه فعلاً كيف شكل الحيوان بدل ما كان على الطريقة الأديمة فقط مفرجي صورة أنا مهلا بيسمع الصوت متما شايفين عم يسمع أصوات بالإضافة لأنه في شكل حقيقي سلاسي الأبعاد قدامه أو واقع حقيقي قدامه أكتر ما أنه هو سلاسي أبعاد التطبيق الأخير معنا هو عبارة عن لعبة تعتمد نوعاً ما الواقع المعزز من خلال تشغيل تطبيق الكاميرا ونقل ما تصوره الكاميرا مباشرة إلى اللعبة بهذا الشكل حالياً هون فيه أنه خلفية زرقة أي أيدي مثلاً هاي دي اللعبة إذا وجهتها مثلاً متجاه الراوتر هم تلاحظوا كيف فمن خلال هيدا اللعبة عمل إسقاط للواقع أو للإضافات للواقع المعزز على البيئة المحيطة أو البيئة الأساسية يلي عم تنقلها صورة الكاميرا بشكل مباشر يلي بيجمع كل التطبيقات أنه أنه ذكرت أنه هو موضوع الكاميرا الكاميرا هي عامل أساسي بموضوع مشاهدتنا للواقع المعزز وهيدا الفرق بين وبين الواقع الافتراضي الواقع الافتراضي بين أنه بشكل كامل على واقع هو بيرسم النية من خلال شاشة الهاتف من خلال نظارة مثلاً للواقع الافتراضي بينما الواقع المعزز يشاهده بشكل كامل من خلال كاميرا الهاتف طبعاً في أمور تتعلق بالأمور الطبية يمكن نشرنا مرة 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 مقالة عن الموضوع بموقعنا ليبان فورتك إذا كنت مهتم من الموضوع فيك تبحث عنه بالموقع أيضاً رح ترك رابطة أسفل وصف الفيديو للمهتمين بهذا المجال أيضاً الواقع المعزز يدخل بعمليات الجراحية بهيك ما نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة إذا عجبتك هذه الحلقة ما تبخل علينا بلايك أيضاً إذا عجبتك هذه الحلقة شاركها مع الأصدقاء لحتى يستفيدوا من فكرة الواقع المعزز والواقع الافتراضي شارك معنا التطبيقات لحتى يستفيدوا خصوصاً إذا كان عندهم أطفال أدن بيستفيدوا منه بشكل كبير كان معكم محمد بشوفكم بحلقات جديدة إلى اللقاء